التوكل على الله في تحصيل المرغوبات وفي دفع المكروهات التوكل على الله فريضة من الفرائض وواجب من واجبات الدين وأعظم التوكل على الله ما كان في تحقيق التوحيد وتعلم الدين ونشره والمجاهدة في سبيل تحقيق ذلك والتوكل يدخل في القيام بالفرائض فيتوكل العبد على ربه في قيامه بالحج مثلا فيأخذ بالأسباب ويتوكل على الله في تحقيق فرضه وكذلك يكون التوكل على الله في الدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيل ذلك ولما كذب الكافرون رسولهم استعان الرسول بربهم متوكلين عليه وحده وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والتوكل على الله ليس في أمور الحياة فقط وإنما لما بعد الموت أيضا فيتوكل على الله في حصول سعادة برزخه ونعيم قبره ونجاته يوم حشره وتيسير حسابه والوقاية من عذاب ربه ودخول جنته ويتوكل عليه في حفظ أهله وذريته وماله بعد موته ويتوكل عليه في تزويج بناته من بعده وأن يهيئ لهم الأزواج الصالحين ومن أذكار التوكل الواردة في السنة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجى ولا منجى منك إلا إليك